إذن خلينا الآن نعمل تحسين على دائرة ال-Basic-TTL إذن هاي هي ال-First-TTL-Gate و إذا كان عندي 1-Input فهو بدي يكون Inverter فلو عملنا ملطب ال-Input فبصير عنا NAND-Gate هلأ هاي حصل عليها تطوير بحيث إنه لو داك تطلع هون بدك تشوف عندي دائرة هاي شو بتخمن هاي الدائرة؟ تلاحظ إنها Common-Age في A Common Collector فال-Input على ال-Base وال-Output على ال-Emitter فهي Common Collector فإذن هاي ممتازة جدا لتزويد بتيار عالي لل-Output بتعمل Pull-Up وحطينا هون ديود عشان نعمل Level Shifting هنفهم ليش لقدام شوي وهاي ترانزيستور محطوط عند ال-Output وهي QO هذا ال-Configuration حيث عندك إنت مقامة ترانزيستور دايود ترانزيستور هاي سموها التوتنبول لو أحد فكرة التوتنبول يعني إنه وجوه مختلفة تقريبا عندي 4 components جايين مالهم ع شكل عمودي تمام؟ وهذا الترانزيستور راح يكون يعمل عمل ايش؟ Splitter يعني Splitting يعني لو دخل عليه Input Low فهيكون Off فراح يشغل اللي فوق لو إجع عليه Input High هيصير On فحيطفي هذا وحيشغل اللي تحت فحنشوف كيف يشتغل step by step وطبعا هنا شوية معلومات عن الطوتم وين إجاد كدمة الطوتم حسنا So figure 7.3 displays the circuit diagram for the series اللي هو سواء كان 54 و 74 standard TTL gate فعنا 2 input NAND arrangements كيف عرفنا لأنه عنده إيش 2 emitters the additional circuit components البيع speed limitation manifested in the basic TTL gate فإذا هون إجا يعالج البطل الحاصل كان في ال basic TTL بحيط أنه أضفنا له هون وأضفنا له Splitter فصار مفروض أنه هيك صار أسرع لما تجتمل Pull Up بإضافة كرنت عالي The stacking to PJT a resistor and a diode in the output is called the totem pole To observe the improved switching performance The output load is modeled as a capacitance CEQ أوكي بنحط هنا Capacitor تمام؟ وبعدين تعمل انت switching on and off وتشوف إدايش بيقدر يواكب معاك ال switching تبعا ال input على إيش ال output تمام؟ عندي ال QI والRB اللي هي هاي QI وRB عامة زي ما حكينا لكم داخل ال input على ال emitter وطالع من ال collector فهو command base تمام؟ فإذا هذا عبارة عن إيش؟ هذا هو multi-emitter input PJT سوف نشوف شو بيشتغل وكيف مبدأ عمله تمام؟ QS والRC المنظومة هاي is drive splatter اوكي؟ it provides base driving current to QO بيخلي ال QO تشتغل في ال on وكذلك بيشغل الإيش ال QB فإذا شغل ال QB فبطلع output high إذا شغل ال QO بيكون طلع إيش output low ال QO هي ال output inverting PJT أخذناها كتير كل الدوار لازم يكون فيها QO ال DL هاي level shifting diode تمام؟ بحكينا لكم إذا هاي لو تلاحظ سأصطبخ معاكم شوي خمسة ناقص point seven إذا ما كانش في تيار هون خمسة ناقص point seven بيسوينا قديش أربعة point three ناقص كمان point seven بيطلع قديش أربعة ثلاثة point six ال RD it provides discharge path لاحظ أنه هذا يدخله في السات بعد ما يدخله في السات مثلا صار هذا طبعا بيكان هنا هاي دخله في السات بس لما صار له بده يطلع من السات فبيلاقي إيش discharge path عن طريق ال RD وعندك ال QP وال RCP هذا عشان يعمل pull up هذا عشان يعمل provide active current sourcing pull up part of an active pull up اللي هو RCP وفاينلي عنا two diodes here are used as clamping diodes to limit the negative swing of the inputs to one diode drop below the ground إذا كان لكم إذا دخلت هنا بالغلط وقصت بولتية سالبة عالية كثير بالنسبة للغروند فممكن تحرق intel H لأنه هذا مستح مش reverse voltage عالي ممكن تحرق ال H base emitter junction طبعا فإذا لو بدنا نقارن إحنا بال super circuitry اللي أعطناكم بها في بداية المساق فإنا فعليا بهاي TTL فعلا بتحقق super circuitry مين هو بعمل ديود or إحنا كنا خيار يا ديود يا multi emitter اللي هو اللي هي ال QI مع ال RB اللي بتحقق الملتي emitter and gate مين بحقق ال inverting أو drag splitter اللي هو مين هاي دائرة QS مع RC مين بحقق ال output هاي pull up driver اللي هو ال RCP مع ال QP وفاينلي مين بحقق ال output low اللي هو ال QO تعام خلينا إذا قبل ما نبدأ نحسب لكم نعملكم ال calculations كله على الورق قبل هيك خلينا نفهم كم مرحلة حيمر فيها هدولة transistors لم يكون عندي ال input very low ال input هون very low إذا أعتبر انه very low أعرفك احنا من ندرس VTC لدائرة فيها two inputs فبلغي واحد أدرس له واحد عشان أدرس مين VTC فبدرس فقط له هاي تمام تمام فإذا لما يكون هذا low حكنا لكم نفس ال basic TTL إنه في عندي heavy current بيمر هون يكون مر هون heavily current فبالتالي شو رح يصير رح يدخل هذا transistor wind في saturation هذا ال QI سيكون saturated طب ال QS شو بدي يكون تمام إذا كان عندي very low والنا zero هون قداش الفلطية ستكون بما انه دخل في saturation الفلطية بين collector وال emitter رح تسوينا له VCE sat هل VCE sat اللي هون قابل ان تشغل VBE واحد لا مش قابل إذا شو بدي يكون وضعه cutoff تمام إذا هذا cutoff ما فيش عندي يعني مش شغال تمام فإذا عندي بالمسار هذا رح يكون عندي إذا عندي رح يمر التيار فيما لو حطينا active load فيمر عندي تيار هون و باعتبار أنه فريق اللحظة صار هذا ON وهذا ON فتقيما هي 5 ناقص بوينت 7 ناقص بوينت 7 ناقص بوينت 7 وإذا QO As long as هذا OFF فهذا إجبهاري ما يكون OFF فهذا هذا OFF فهذا إجبهاري يكون OFF بعدها هلا بنصير نزيد شوية شوية الفولتية هون لحتيت ما نوصل لإيش الفولتية بيخلي اللي هي شايف أنت هون عنا هون رح يخد 0.2 وهون بدو 0.7 طبع هاي كل حان نورجيكم بيها بالتكال لقد قدام شوي فإذا رح نوصل عند 0.5 زائد 0.2 بيكون كافي أنه يشغل هذا الـ QS فبيشتغل هذا الترانزيستور فبيبلش يصير في عندي تيار عالي يمر هون بيكون على حساب من الـ V-Input اللي هون على حساب الـ Output اللي هون طبعا بعدين بدلنا نزيد في الـ V-Input لنوصل لمرحلة إنه هذا الترانزيستور 0.7 بده أريد يشتغل ما أخذها ويزيد كمان 0.7 فبدخل هذا كمان في مواد التشغيل فلما يدخل في مواد التشغيل هذا لاحظة لما يشتغل هذا فساعدة بده يسحط تيار هون صح؟ لما يشتغل في الـ Forward Active فعندك تيار هون عالي وثيار هون عالي فالمفروض الثيار اللي هون يعلى أكثر بسبب إنه في ثيار هون فبالتالي شو رح يصير في الميل؟ مضبوط رح يزيد الميل طبعا الـ V-T-C طبعا هنضحكي كله هنشوفه لقدام إذا هيدخلوا إيش؟ التنين هيدخلوا بالـ Forward Active Mode تمام؟ فمنظلنا نزيد بالفولتية منزيد للفولتية لحديد ما يدخل الترانزيستور هذا يكون الفولتية اللي هون أعلى من هلا اللي هون فبدخل بالـ Reverse Active طبعا بعد عند الـ Input High بس هدولا التنين شي بيكونوا الترانزيستور هي الـ QS والـ QO هدولا بدي يكونوا دخلوا فين في الـ Saturation إذا دخل هذا في الـ Saturation وهذا في الـ Saturation هذا بديدخل فين في الـ Reverse Active طبعا هاي شرحنا لكم ببساطة خلينا نشوف أن نعملها هالي سيد وبنهاية يحطل معنا المفروض يطلع معنا هذا الـ V-T-C طبعا نشوف نتحللها على الورق ونشوف هل بيطلع معنا معنا الـ V-T-C نفس هاي أو لا خلينا نرسوم رسمة الـ Standard TTL Circuit رسمها كالتالي إذا منحط أول شي هون لدينا تغذية من الـ DC Source اللي هو الـ V-C-C تمام؟ خلينا نرسم نبدأ من عند التوتم بول أول شي عندي RCP وعندي Transistor QP وعندي Diode DL وعندي Transistor وعندي Output Transistor هو QO وينتهي طبعا بالـ D-Grant الآن عنا هون Transistor للـ Splitter عندي RC وعندي راح يغذي من عند الـ Collector للـ QP وعندي إذن عنا هون QS Splitter Transistor تمام؟ وعندي هون طبعا الـ Emitter تابع بشبوك مع الـ QO لكن في هون ايش؟ وعندي دي هو Discharge رزيستور وعندي هون Transistor لشبكنا عشان نعمل منه Multi-Emitter Multi-Input وعندي بشكل Common T-T-T-L تمام؟ فإذا كان بدنا 1-Input 2-Input ما علي إلا إيش؟ أضيف كمان Emitter زي ما تعلمنا كيف نعمل Multiple Emitter Transistor تمام؟ فابلا ندرس هاي ونحسب نطلع لها VTC ونطلع لها FANOUT ونطلع لها Power Dissipation تمام؟ إذن الآن خلينا نطلع قيام VTC الآن نطلع إذن Voltage Transfer Transfer Characteristics اللي هما Critical Portages تمام؟ حيكون عنا إذن وين بي Input في هذه الدائرة؟ طبعا قلنا لكم ندرس لوحدة من ال Input ندرس لوحدة من ال Input ندرس لوحدة من ال Input لا يوجد مشكلة فهي عندها في Input فأول شيء ندرس هو Output High Output High Voltage أول Output High Voltage إم فإن كانت في وا ناقص VBE ناقص VN تمام VCC ناقص VBE لال I ناقص VN على RB إذا نحن نحصل على الجدروب بالحوالين هاي وقصبناها على ال RB بيطلع معنا من I حنشو كده كان هاي قيمتها مثلا نحكي 0 وزي ما حكينا لكم سابقا وهي قيمتها تقريبا 2 كيلو فرح يطلع التيار هون بالميلي أمس فإجباري يكون هذا ترانزيستور مالو في الساتوريشن فذا لو كان هذا في الساتوريشن فلعني VCE VCE تساوينا VCE سات تمام خلينا أورجيكم إياك التالي كمان عندك انت حاط الترانزيستور بالطريقة هاي شايف الترانزيستور هون هذا الترانزيستور انت لو تسلطت عليه بولطية هون المفروض لو دخل في السات بدي يسحب تيار لهيك صح هذا التيار شو هيكون بالنسبة له هذا هيكون والليكيج كرنت والليكيج كرنت قيمته قليل كثير فانت بتحكي عن IC كثير قليلة و IP كثير عالية تعال استاذكر مع بعض اللي هو فال IV characteristic curve عندك IC versus VCE تمام عندك هنا قيمين وعندك IP وعندك 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 قيمة IC قليلة جدا وعندك وعندك إجباري أنا أكون في السات إذا هذا محل انه شغاله في السات. تعال نشوف اذا داشت قيمة ال Voutput في الحالة هاي. اذا وين Vout هاي. فال Vout راح يكون كالتالي. خلينا نشوف هذا الحكي لمتى راح يضل انه V input هاي. راح يضله هاي في السات. تعال نشوف اذا متى هيشتغل معي ال QS. تمام. اذا عندي V الفولتية عند ال Base لل S. شو بتسوينا؟ هاي لاحظ انه وين V base لل S هاي. وهاي VB للجراند طبعا. هاي بنسميها ايش احنا. V base. فال V base. VB لل S. شو بتسوينا؟ بتسوينا وعملتك VL ناقص زائد زائد ناقص زائد ناقص. إذا VB لل S. يسوينا ايش. V input زائد VCE. لعنين للترانزيستور I. تمام. وحكنا لكم هيكون داخل وين في السات. متى هاي البطية عند اي قيمة اللي رح تكون تشغل عندي ال QS. إذا هذا as long as اقل من VBE forward active as long as هاي القيمة اللي هي VBS اقل من VBE forward active فهذا بتضله off. تمام. متى ببلش on لما ال VN لما تصير هاي القيمة اعلى من VBE يعني خلينا نقول كمان VBE سات اعلى من VBE forward active ف ال QS start is start on تمام. فبالتالي قديش غربة VN لما يكون VN تكون اكبر من VBE forward active ناقص VCE set تمام. اذا سيحدث سنضيف في إحداث أطلع to conduct on the edge of conduction. هذا كمان starting to conduct. يعني لو حطت هنا load. حياملو هذا conduct. conduct حياخدو من الاش. VCC اللي هي قديش. اللي هي قيمة VCC. هنا. when Q, P and DL. عند الedge of conduction. بالتالي عنا ال Vout. راح تساوي من ال VCC. ناقص. IC في RC. ناقص. VBE. للP forward active. حينا لكم هذا محطوط معمول بشكل ايش. اه. common collector مستحيل يدخل فين في الساتوريشن. ناقص من V diode. فها هي اذا تساوينا. Voutput high. لكن ال IC هون. بما انه ما في عندي load على الoutput هاي تقريبا ما لها. الزيرو. لان ال IC equal to zero. لان في output هاي. شو بتساوينا. بتساوينا. VCC. ناقص. VBE. forward active. ناقص. VD. هون. هلا. secondly. بنا نطلع. ال input low. input low انه. احنا منظنا نزيد بال voltage. ال input هذا منظنا نزيده. لحديث ما يدخل هذا وين. في ال forward active. اذا دخل هذا بال forward active. شو راح يبلش. راح يبلش يمشي تيار في IC في ال RC. وبالتالي. هاي اخد فولتي يضرب على ال RC على حساب من ال output voltage. اذا ال input low تساوينا. من هون نطلعها. تمام. اللي هي ال VBE. forward active. ناقص. VCE. SAT. هاي كذا نطلعنا. ال output high voltage. و ال input low voltage. اه تمام. فاذا بعد ما طلعنا. اللي هو ال output high voltage. Voutput high. وال input low voltage. V input low. في عنا. فولتي يمكن. زي ما شفتوا. انتو. في ال VTC اللي ورناكم اياه. سابقا. انه في منطقة. حيصير فيها عندها. زي ما تقولوا. break point. خلينا نشوف. مع بعض. VDC المتنبأ. حصوله. عندك هنا. Vout. و هنا عندك. Vn. حيكون عندي. Voutput high. بعدين. عند ال Vn. وضع. هاي break point. كنا نعرف. ارائد. بس في كمان. break point. هتحصل. حيصير عندها. الميل ما له. يزيد. ارائد. حان شو 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 سبب هذا الميل. هنحسب عندها. نسميه. احنا. Vib. input break point. و هيكون. طبعا عندها. ايش. Voutput b. هنحسبها. وبعدين. هنضل. ينزل. لحديث ما يوصل. ايش. زي ما بنعرف. اللي هو. ال B. input high. و اللي بيكون. عندها. ايش. كطيبية. تقول. inverters. هي. في ارائد. فإذن. هلا. هنحسب. عند هاي النقطة. ثالثا. هنحنشوف. ايه. ثالثا. input break point. voltage. ايش اللي حيصير. ال V input. قلنا لكم. زاد. لقيمة اللي هي. الفولتية. اللي خلت. الفولتية. زاد. الفي سي ايها. يشغل. الترانزيستور هذا. اشتغل. معي هذا الترانزيستور. طبعا. لسبب وجود ال RD. اشتغل. تمام. وصار. كل ما يزيد ال V input. التيار اللي هون. عماله بيزيد. وكان على حساب مين. على حساب. فبالتالي. لاحظ. انه. عماله بيقل. تمام. هلا. لو. اشتغل هذا كمان ترانزيستور. شو راح يصير. خلينا نقول. هذا اشتغل. ومتى بيشتغل هذا. اذا. خلينا نشوف متى. اذا اشتغل هذا. يعني اذا هذا وهذا التنين اشتغلوا مع بعض. المال حيزيد. زي ما حكينا لكم. شو السبب. خلينا نشوف. اذا. not when. when. the input is increasing. بالتالي. the IC. the S will increase. صح. مش احنا منزيد عماله. لما يزيد ال V input. فبالتالي. هون. مع المقاومة هي هيزيد. فبالتالي هيسحب. تيار عالي. لانه. i.e زادت. فبالIC. تمام. وعندك. i.e.s كمان بتزيد. وعندنا اذا. فبالتالي حوالين ال Rd. فبالتالي حوالين ال Rd. شو راح تسوينا. راح تسوينا ال ID. مضروبة في ال Rd صح. بس ال ID في الحالة هيسوينا ايش. ال IE تبعت ال S. في ال Rd. لسه هذا ما اشتغلش. لانه عند هذا اللحظة بيكون شو ماله. لسه هال فبالتالية مش كافية ان تشغل هذا الترانزيستور. تمام. اذا ضلينا نزيد بال V input. نزيد نزيد نزيد. لحديث ما صار. قيم V input. مع VCE مجموعهم. صار يسوينا. زائد point event. فبشتغل Qo. فاذا بدنا نزيد بال V input. لحديث ما نوصل عند value. If V input. تساوينا. اللي هي خليش من تحت. VBEO. VBEO. forward active. زائد VBES. VBES. forward active. ناقص. VCE. I set. طبعا. اللي بس نوصل لها. هيا حيصير عندي ايش. break point. هنفهم ليش عند الbreak point. إذا ما حكنا لكم عند هذه النقطة. سيصبح هنا. ها هي ايش. يسمحها. break point. حسنا. ف. إذا. قيمة راح تساوي. ايش. 2. ضرب. VBE. forward active. ناقص. VCE. I set. او VCE. سات. لازم نحكي. حسنا. ناقص. عندما نصل هذا. يصير. on. and the QS on. إذا. راح يكون. QS. and. QP. أو QO. ما لهم. are. forward active. طبعا. إشمع. ليش بيصير. ليش بيصير. ليش بيصير. ميل زايد أكثر. لأنه. هذا بيصير يسحب تيار. صح. هذا صار. عبارة عن. عشان يزود. لازم يزود. من قيمة. من. وهذا. عماله كل ما. بزيد. الموت هذا كمان. بزود. بالIC. فهذا زودت. الIC تبعت هاي. وزودت. الIB. هلأ دخل عليها. عنصر الIB. بزيد. عماله. لأنه. صار في إيش. في صاري صحب تيار. فبالتالي. الVTc. عوالين. الRC. بزيد. بمعدل. أعلى من السابق. حسنا. فإذا. فإذا. هذا. هذا. مختلف. 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 فإذا تأك打ت. ي BMW مختلف. transfer cP. puA. increasing. ما سان. نعم. تقول عل القرآ. تمام؟ إذن when QO just turns on the VPEO تساوينا الفولتية اللي حوالين هاي صحة لهون عبارة VPEO اللي هي حوالين هاي اللي هي تساوي صح؟ تمام؟ عند هاي اللحظة بالذات عند هاي اللحظة بالذات بالضبط عند هاي اللحظة يمور طيار ثم يصار عندي هون فيه وما فيه تيار بده افترض انه كان مرحبين يصير on و off بين انه يصير on و off فبده اعتبر انه فيش تيار هون تمام؟ هاي عندها بدي يصير فيه عندك تيار هون قيمة إيش اسمه I R D إذن جو بنحكي هون when QO just خطين turn zone with VBE و راح يساوينا VRD اللي هي تساوينا .7 زي ما نعرف اذا عنا IRD راح تساوينا VBE اللي هي للO Forward Active على RT تمام و هاي راح تساوينا . ايش طبعا انا هون عند هاي اللحظة لسا ما صار عندي IC لسا انا بحسب عمالي ايش بدي احسب VRD عند هاي النقطة فبعتبر انه هون فيش تيار وبالتالي IP كتير صغيرة فاذا IC اللي هون تقريبا راح تساوينا مية قيمة IRD فاذا انا بحسب عمالي راح يساوينا إيش IC للإس IC للإس زائد مين هذا راح تساوي إيش طبعا يساوينا IC للإس الزائد من و و إذا إيش طبعا ايش طبعا تساوينا إيش طبعا خلينا إذا ما Ride إذن VOUT ماذا سيساوي VOUT سيساوي VCC ناقص IC في RC ناقص VBE ناقص ناقص VD حساب VOUT قلنا لكم VOUT نعمل إيش إحنا KVL عندك هاي قلتيات تمام؟ إذن VCC ناقص IC في RC وهي IRC في RC وهي IC في RC ناقص VBE ناقص VD on هذا يساوينا VOUT فبالتالي عنا راح يكون كالتالي ال IC itself شو بتساوينا؟ تساوينا VBE ال IC الآن تسمحنا VCC ناقص VBE forward active على RD في RC ناقص VBE forward active ناقص VD on وإذا زبطناها واتبناها مع بعض وجمعناها ناقص RC على RD زائد واحد في VBE Forward Active ناقص VD إذن بهيك نحسب إيش VOUT اللي هون سوينا V أو B إذن سوف خلصنا وطلعنا هنا VOUTPUT HIGH وطلعنا VINPT LOW وطلعنا VINPT BREAKPOINT INPUT وVOUTPUT B هلأ أضعي لعمنا 2V إذن خامسا بدنا أن نطلع الINPT HIGH OK INPUT HIGH VOLTAGE فعلا في INPUT HIGH VOLTAGE متى بيحصل عند هاي النقطة متى هاي النقطة بتحصل لما أدخل هاي في السات مزبوط؟ مش هيك؟ لما أدخل هاي في السات على متى هاي تدخل في السات؟ لما هاي تدخل في السات صح؟ يعني مستحيل تدخل هاي سات وهاي ما دخلتش سات فإذن متى؟ إذن راح تحصل سهل جدا إذن لما يكون ال VINPT تساوينا إيش إحنا من تحت لفوق this happens when QS and QO are SAT alright فإذن VIN تساوينا اللي هو VBE O SAT زائد VBE S SAT ناقص BCE لل I SAT وانشئت فإذا أسهل لك تحكي إذن تساوينا إيش VBE 2 ضرب VBE SAT ناقص 1 VCE SAT إذن هاي طلعنا مين ال IMPOT HIGH VOLTAGE وأبسط شيء كلكم تعرفوا كيف تطلعوا اللي هي سادسا إذن أضبط LOW VOLTAGE إذن إذن هي سهلة يمعروف إنه عند إيش لما يكون VOUTPUT تساوينا ال HVCE SAT إذن VOUTPUT LOW تساوينا VCE لل TRANZISTOR O في حالة SAT alright هيك طلعنا ال FOOF6 CRITICAL VOLTAGE لدائرة الأدفانسد TTL نحل عليها مثال وبعضيها منشوف الفانات إذن حلينا نحل معاكم example 7.2 ولكاكلت VOUTPUT HIGH VINPUT LOW VINPUT HIGH VOUTPUT LOW VINPUT BREAKPOINT VOUTPUT BREAKPOINT VOUTPUT BREAKPOINT VOUTPUT BREAKPOINT for standard gate TTL shown in figure 7.3 بس أذكركم باللي شفناهم سابقا الجميل في الموضوع إنه ولا variable depends on the beta right إذن beta هون مش مهمة تمام وهذا على فكرة لأنه بصراحة يخلي دائرة هي stable من منابع قوة هذه الدائرة لاحظة إنه منابع قوتها كمان إنه بين ال INPUT إلى آخر ترانزيستور ما في بالطريق ولا مقاومة alright طويل مباشر VOUTPUT HIGH مباشرة هذا بدي يكون ايش off صح وهذا بدي يكون off فبدي يكون تيار هون في زيرو فإذا لو حطينا load هون لو حطينا active load هون هيشغل هذا on وهذا on تمام خمسة ناقص .7 ناقص .7 بطلع ثلاثة بوينت ستة طي VOUTPUT LOW طبعا لما يكون لما تشغل هذا on لما يصير هذا on وهذا still off فلما يصير هذا on بده قداش هلا بكون داخل في الساتوريشن في حال إنه VINPUT equal to zero بزير زيد دساته في الساتوريشن فإذا اللي هي 0.7 ناقص .2 بطلع قداش 0.5 V ممكن ترجعوا لهالاشتقاقات التي اجتقينا في هالقيم هاي في VINPUT BREAKPOINT تساوينا 2 VBE ناقص .2 بطلع 1.2 V و VOUTPUT BREAK تساوي BREAKPOINT تساوينا 0.5 ناقص .7 في RC على RD هي RC 1.6 على RD 1 كيلو في 0.7 ناقص .7 بطلع قيمة 2.5 V 0.7 VINPUT HIGH لما الثنين هاي الترانزيستور وهذا الترانزيستور التنين يدخلوا فين؟ في SATURATION وقلناكم هذا مستحيل سيكون SATURATION إلا لم يكون هذا SATURATED فعندها قيمة قديش 1.4 1.4 وأخيرا VOUTPUT LOW تساوينا 0.2 السؤال لكم لو كان VINPUT HIGH يعني لحظنا هنا خمسة VOT سي شبه يكون وضع هذا الترانزيستور يس راح يكون وضع إيش reverse active وفعليا تقريبا من عند VINPUT HIGH يصبح هذا الترانزيستور reverse active تمام؟ بدي يزود ما هو هذا بدي يزود بتيار وبيدي يزود هذا بتيار حسنا هيك خلصنا VTC تعال نروح نشوف كيف نطلع FANOUT و Power Dissipation لهذا الGATE بس قبل ما نروح هناك خلينا نشوف VTC كيف يطلع شكلها إذن هاي شكل VTC إذن هاي VOTWT HIGH وهي VOTWT BREAKPOINT وهي VOTWT LOW وعندي هون VINPUT LOW وهنا VINPUT BREAKPOINT وفعليا نحن لدي VINPUT HIGH هوفو لي أن تعرفوا كمان ليش الميل هون بزيد وليش وسبب وجود ال BREAKPOINT هاي تمام؟ يا طيك و العافية موسيقى موسيقى